بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الرابع والثلاثون والخاص بمنهج A+. شاهد تعلم واستمتع. أنواع منافذ كرت الشاشة كرت الشاشة مر بعدد من التطويرات ونتج لدينا أنواع من كروت الشاشة. كذلك نتج لدينا عدد من منافذ كرت الشاشة. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أهم الأنواع المختلفة لمنافذ كرت الشاشة والتي يطلق عليها أيضا الكوننكتورز الموصلات والتي يتم استخدامها لربطها مع شاشة الكمبيوتر أو البروجيكتور أو التلفزيون. الفيجا بورت. فيجا اختصار لفيديو جرافيكس ري. أو مصفوفة رسومات الفيديو. وهو تم تصميم عام 1987 من قبل شركة اي بي ام. ويقدم لنا درجة وضوح اللي هي 640 في 480. وبمعدل ريفرش 60 هيرتز. ويقوم بإظهار 16 لون في نفس الوقت. وفي حال كانت درجة الوضوح أقل مثلا 320 في 200. عندها سوف يتمكن من إظهار 256 لون في نفس الوقت. يتكون الفيجا بورت من 15 فتحة. متوزع على ثلاثة صفوف. زي ما احنا شايفين هنا. عدد الفتحات هي 15 فتحة نفس الشيء هنا. وموزع على ثلاثة صفوف. في كل صف خمسة فتحات. الفيجا بورت بيكون موجود في كرت الشاشة. واللي يكون مثبت في داخل البي سي كيس. أو الكيس الخاصة بجهاز الكمبيوتر. وطبعا أيضا بيكون هذا المنفذ موجود في الشاشة. ونقوم بإحضار كابل الفيجا زي اللي زي اللي احنا شايفينه الآن. ويمتلك رأس. طبعا هو بيمتلك رأسين. كل رأس بيحتوي على 15 دبوس متطابقة مع متاحات الفيجا بورت. بحيث يتم تركيب طرف في كرت أو الفيجا بورت الموجود في كرت الشاشة. والطرف الآخر في الفيجا بورت الموجود في الشاشة. ويقوم الفيجا كارد بتحويل البيانات من تيجيتل إلى أنالوج ليتم عرضها على الشاشة. يطلق عليه أيضا الدي بي بورت 15. يوجد لدينا تطوير الفيجا وهو السببور فيجا حيث يملك القدر على إظهار 16 مليون لون في نفس الوقت مع درجة وضوح اللي هي الريزيليوشن بتساوي 800 في 600 مع شاشات الـ 14 بوصة ودرجة وضوح 1200 في 1600 في شاشات العشرين بوصة. الدي في آي اختصار للديجيتل فيجول انترفيس الواجهة البصرية الرقمية تم تصميمه من قبل شركة ديجيتل ديسيبلي ووركينج جروب. حاليا يتواجد لدينا ستة أنواع من الدي في آي تندرج إلى نوعين أساسيين. وهما الانالوغ والدي جيتل اللي هي طريقة العمل هل هي تماثلية أم رقمية. وكذا القسم الثاني اللي هو السنجل والدوال لينك وهذه الأنواع الستة هي كالتالي النوع الأول عندي اللي هو دي في آي آي سنجل لينك. الـ آي هنا بعد كلمة الدي في آي هي اختصار لي إنتيجريتد والتي تعني المتكامل أو المتحد وهي تعني أنه يدعم العمل مع الشاشة الرقمية ديجيتل أو التماثلية الأنالوغ. الاختلاف بيكون دائما من ناحية الشاشة لأنه من ناحية البي سي فهو دائما أو يعني جهاز الكمبيوتر دائما رح يعمل كديجيتل رقمي. إذن الدي في آي آي بيدعم تشغيل الشاشة من النوع الأنالوغ اللي هي التماثلية أو التيجيتل الرقمي. والدي في آي سنجل لينك بيعطي درجة ريزيليوشن 1920 في 1080. النوع الثاني اللي هو الدي في آي دوال لينك وهو نفس الفكرة مادم هو آي يعني بيشتغل مع الأنالوغ والديجيتل. أما لما نقول سنجل لينك أو دوال لينك نلاحظ هنا أنه عدد المنافذ بيزيد مع الدوال والسنجل عدد المنافذ أقل. هنا بيعطيني ميزة أن الريزيليوشن بيعطيني ريزيليوشن أعلى. فالدوال والدي في آي آي دوال لينك بيعطيني ريزيليوشن اللي هو الفين وثمانية واربعين في الف وخمسمية وستة وثلاثين. النوع الثالث اللي هو الدي في آي دي سينجل لينك والدي تعني ديجيتل أي أن هذا الدي في آي يتعامل فقط مع الشاشات الرقمية وهو يعمل بدرجة ريزيليوشن بتساوي 1920 في 1080. النوع الرابع اللي هو الدي في آي دي دوال لينك مثل ما ذكرنا مدام هو بحرفة دي معناته بيعمل كتيجيتل فقط يعني مع شاشات التيجيتل يعني لو جبت أنا شاشة أنالوج وركبته ووصلتها بهذا المنفذ ما رح تشتغل معي الشاشة لأنها أنالوج وهو ما بيشتغل إلا مع التيجيتل. الدوال لينك بيفرق معايا من ناحية الريزيليوشن أو درجة الوضوح فهو بيعطيني درجة وضوح 2048 في 1536. النوع الخامس اللي هو الدي في آي A والA هي اختصار لأنالوج والتي تعني أن هذا الدي في آي لن يعمل إلا مع الشاشات التماثلية الأنالوج وتعطينا درجة وضوح اللي هي الريزيليوشن 800 في 600. نلاحظ أن كل نوع من المنافذ الستة للدي في آي بيملك شكل وعدد مختلف من الفتحات وبالتالي عندما نقوم بإحضار كابل شاشة دي في آي يجب أن نتأكد من أن كل الطرفين هو تابع لنوع دي في آي الصحيح. لأنه لو لم يكن تابع لدي في آي الصحيح عندها الدبابيس ما رح تتركب على الفتحات الموجودة في منافذ دي في آي سواء اللي كانت موجودة على كرت الشاشة أو منفذ دي في آي موجود على الشاشة. الـ HDMI وهي اختصار لـ High Definition Multimedia Interface واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح وهو منفذ لنقل الصوت الرقمي والفيديو الرقمي ويقدم دعم لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجا بايت في الثانية الواحدة ويتعامل مع ريزيليوشن عالي يصل حتى 3840 في 2168 وكذلك عندنا ريزيليوشن 7680 في 4320 يوجد لدينا ثلاثة مقاسات أو أحجام لمنافذ الـ HDMI وهي كالتالي عندي الـ Type 1 أو مش 1 الـ Type A ويطلق عليه الـ Full Size وهو الأكبر حجما زي ما احنا شايفين هو يعتبر الأقدم أول ما تم إنجاد الـ HDMI تم ابتكاره بهذا الحجم وأطلق عليه الـ Type 1 الـ Full Size أو صاحب الحجم الكامل بعد كذا تم تطويره إلى الـ HDMI Mini هو بيطلق عليه الـ Mini ويطلق عليه الـ Type C أو النوع C وهو زي ما نلاحظ أصغر من الـ Type A عندي بعد كذا الـ Type D واللي يطلق عليه الـ Micro وكما نرى كل نوع جديد بيكون أصغر من الحجم السابق يعني عندي الـ Type A وبعدين جاء الـ Type C أصبح أصغر من الـ A بعدين جاء الـ D فأصبح أصغر من الـ C في عندنا اللي هو الـ Type B اللي هو ما بين الـ A والـ C تم تصميمه ولكن فعليا لم يتم استخدامه هذا النوع اللي هو الـ Type B لم يتم استخدامه مع أي منتج عشان كده ما بيتم ذكره كذلك وجد لدينا إصطار حديث وهو الـ Type E اللي هو بعد الـ D وهو حديث وأصغر حجما من الـ Type D لأنه حديث حاليا ما في صور له واضحة لكن في المستقبل رح يتم استخدامه لدينا هنا لو نشوف عندي تحديد لاستخدامات أنواع الـ HDMI الحالية الثلاثة عندي الـ Standard HDMI Port اللي هي Type A هذا بيتم استخدامه مع أجهزة التلفزيون والكمبيوتر عندي الميني HDMI Port اللي هي Type C بيتم استخدامه مع أجهزة الكمبيوتر والكاميرا وعندي المايكرو HDMI Port بيتم استخدامه مع أجهزة الكمبيوتر والموبايل اللي هي أجهزة الجوال فنلاحظ أنه كلما صغر الحجم كلما طبعا صغر حجم منافذ الـ HDMI كلما سار يتم استخدامه في منتجات إلكترونية صغيرة الحجم هنا عندي مثال على كرت شاشة يحتوي على منفذ HDMI وعندي هنا الكابل بحيث أنه يكون كرت الشاشة يحتوي على HDMI وكذلك يحتوي على يعني هذا الـ HDMI كمنفذ يكون موجود في كرت الشاشة ويكون أيضا موجود في الشاشة نفسها فأجيب الكابل أربط طرف في منفذ الـ HDMI الخاص بكرت الشاشة والطرف الآخر في منفذ الـ HDMI الموجود في الشاشة لنفترض أنه يوجد لدينا اختلاف منافذ فيما بين الشاشة وكرت الشاشة مثلا الشاشة تحتوي على منفذ فيقة وكرت الشاشة يحتوي على منفذ الـ DVI عندها ما الحل؟ الجواب هو استخدام Screen Port Adapter محول منفذ الشاشة فمثلا في المثال الذي ذكرناه سوف نحضر محول طرف فيه هو منفذ فيقة نربطه مع الشاشة والطرف الآخر هو منفذ DVI نربطه مع كرت الشاشة ذكرنا ثلاثة أنواع من منافذ كرت الشاشة ويوجد أنواع أخرى كثيرة ولكن هذه الثلاثة أنواع هي الأكثر استخداماً نسبة التباين Contrast Ratio وهي عملية قياس إنارة الشاشة من ألمع لون في الشاشة إلى أحلك لون في الشاشة طبعاً إلى أحلك لون قادر الشاشة على إظهاره وكل ما زادت نسبة التباين كل ما أدى ذلك إلى وضوح قوي في الألوان والتي تظهر على الشاشة وخصوصاً اللون الأسود فالشاشة صاحبة قيمة نسبة التباين المنخفضة لن تقوم بإظهار اللون الأسود على حقيقته سوف تظهر أقرب للرمادي إذن نسبة التباين هي إظهار الأكثر قياضاً ولمعاناً في الصورة مع إظهار أغمق سواد في الصورة وإظهار كلاهما في صورة واحدة وتظهر قيمة نسبة التباين برقمين مثال 20 ألف من واحد أي أن البقعة الفاتحة هي أصطع من البقعة المظلمة بنسبة 20 ألف مرة والواحد هو يشير إلى البقعة المظلمة وكل ما زادت نسبة التباين كل ما زاد ذلك من شدة السواد وشدة البياض لدينا مثلاً هنا في الصورة لقياس نسبة التباين للشاشة عندي رح يتم الذهاب إلى أحلك أو أغمق منطقة هنا في الزاوية كلون أسود ومقارنتها بألمع منطقة في الشاشة عندي هنا مثال على صورتين عندي الصورة هنا فيها نسبة التباين منخفضة وعندي هنا نسبة التباين مرتفعة في حال كان نسبة التباين مرتفعة عندها نلاحظ أنه بيعطيني لون أسود قوي ولون أبيض قوي أما في حال كانت نسبة التباين منخفضة سوف يؤدي ذلك إلى إظهار أسود باهت بيكون على اللون الرمادي وأبيض أيضاً بيكون باهت لدينا طريقتين لقياس نسبة التباين الطريقة الأولى اللي هي Static Contrast Ratio وهذا النوع يعطينا قيم حقيقية وواقعية لقياس نسبة التباين مثال 20 ألف من واحد أو 30 ألف من واحد وفكرة Static هي أن يتم قياس المنطقة الفاتحة مع المنطقة الغامقة على صورة واحدة أي نفس الصورة بيتم فيها قياس نسبة البيض مع نسبة السواد الطريقة الثانية اللي هي Dynamic Contrast Ratio وهي عملية قياس البيض أو المنطقة الفاتحة في صورة وقياس السواد أو المنطقة الغامقة في صورة أخرى مما يعطينا قيم عالية جداً مثل مليون على واحد أو ثلاثة ملايين على واحد ويعتبر مقياس الديناميك بقياس غير حقيقي وغير واقعي لقياس نسبة التباين الشاشة وإنما هو يستخدم لأغراض تجارية بهدف إبهار العملاء بقيم نسبة تباين كبيرة لذلك ما نركز عليه عند قيامنا بإشراء شاشة كمبيوتر هو قيمة نسبة التباين الاستاتيك وليس الديناميك كذلك يجب أن نعلم أنه لا يوجد معيار موحد لقياس نسبة التباين فيما بين المصانع المصنعة لشاشات الكمبيوتر حيث أن كل مصنع لديه طريقته الخاصة لقياس نسبة التباين وبالتالي طريقة قياس نسبة التباين فيما بين الشاشات مختلفة فيما بين جهات التصنيع وبالتالي لما أجي أقارن نسبة التباين فيما بين الشاشات مختلفة جهات التصنيع عندها رح تعتبر طريقة غير صحيحة لأنه مثل ما ذكرنا طريقة قياس نسبة التباين بتختلف من مصنع لآخر ولكن عملية مقارنة نسبة التباين بتكون صحيحة ومفيدة عندما تكون فيما بين مجموعة من الشاشات تابعة لمصنع واحد وذلك لأن هذا المصنع سوف يتبع عملية قياس واحدة فيما بين جميع الشاشات التي يقوم المصنع بتصنيعها مكونات كرت الشاشة يتكون كرت الشاشة من لوحة إلكترونية يتم وضع عدد من المكونات فيها وأهم هذه المكونات هي عندي البورت أو المنفذ ممكن يكون أكثر من بورت زي ما عندي أنا هنا في المثال عندي الـ DFI وعندي الـ HDMI والبورت هو اللي بيتم من خلاله ربط كرت الشاشة بالشاشة وذلك من خلال كابل يتم تركيبه على منفذ كرت الشاشة الموجود في اللوحة الأوم والطرف الآخر بيكون على منفذ الموجود في الشاشة عندي وحدة المعالجة اللي هي الـ GPU اختصار لـ Graphics Processing Unit وحدة معالجة الرسومات وهو معالج في داخل كرت الشاشة ومسؤول عن عملية معالجة الصور والفيديو التي يتعامل معها كرت الشاشة وكل ما زادت قوة المعالج كل ما زاد ذلك من أداء كرت الشاشة لذلك بعض أنواع قروت الشاشة ذات الكفاءة العالية طبعاً راح تكون أو بتضيف معالج بمواصفات عالية أو أحياناً أيضاً بتضيف أكثر من معالج GPU واحد وعند عمل المعالج GPU ينتج عنه حرارة وبالتالي يتم إضافة Head Snack أو مشتت حراري أو مروحة أو كلاهما بهدف تبريد المعالج كذلك يوجد لدينا الميموري الذاكرة وهي من النوع الرام أي الذاكرة المؤقتة حيث يقوم معالج GPU بتخزين البيانات المتمثلة في الصور والفيديو التي تم الانتهاء من معالجتها لتخزينها في الذاكرة مؤقتاً إلى أن يأتي وقت عرضها على الشاشة كذلك يحتوي كرت الشاشة على شريحة BIOS اللي هي BIOS Basic Input Output System وبيتم تخزين في داخل هذه البايوس إعدادات كرت الشاشة وتقوم أيضاً بعملية فحص كرت الشاشة عند بدء التشغيل للتأكد من سلامته كانت هذه أهم المكونات بالإضافة للمكونات الإلكترونية الأخرى والموجودة في أي قطعة إلكترونية من مثل المقاومة الديود، الكايل، الكويل، المكثف إلى آخره كرت الشاشة بيحصل على الكهرباء من اللوحة الأم ولكن هناك أنواع تحتاج إلى طاقة كهربائية أكبر عندها يتم تثبيت منفذ كهرباء ليتم ربطه بمزود الطاقة مباشرة أيضاً عندي الانترفيس عندي هيداً من النوع PCI Express X16 هذا اللي هي بيتم أو الواجهة اللي بيتم تثبيتها على المنفذ الخاص بكرت الشاشة الموجودة على اللوحة الأم عوامل المقارنة بين كروت الشاشة كرت الشاشة إما أن يكون داخلي أو خارجي داخلي زي ما احنا شايفين هنا عندي في المثال Built-in مدمج في اللوحة الأم هذا النوع ليس لدينا فيه عملية المقارنة والاختيار كونه مثبت على اللوحة الأم وهذا النوع هو أضعف أنواع كروت الشاشة النوع الثاني اللي هو كرت الشاشة الخارجي اللي بيجي على شكل كرت وثبته على اللوحة الأم هذا النوع هو ما نقوم بالمقارنة فيما بينه بين الأنواع المختلفة من كروت الشاشة وعوامل المقارنة كأهم نقاط هي كالتالي عندي الجي بيو كلوك سرعة ساعة معالج الجي بيو وهي سرعة معالجة الصور في كرت الشاشة وتقاس بالميجا هيرتز وكل ما كانت أعلى كل ما كان سرعة معالجة الصور أعلى عندي الميموري سايز حجم الذاكرة من النقاط التي تساهم في زيادة أداء كرت الشاشة هو حجم ذاكرة الشاشة والتي كل ما كانت أكبر كل ما كان ذلك أفضل عندي النقطة الثالثة اللي هي الريزيليوشن دقة الشاشة والتي كل ما كانت أكبر كل ما كانت الصورة أوضح هذه كانت أهم ثلاثة عوامل للمقارنة بين كروت الشاشة الخارجية المختلفة المقارنة بين شاشات الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر سوف يتم ربطها بالبي سي كيس أو الكيس الخاصة بالكمبيوتر وذلك من خلال كرت الشاشة ولا يوجد أحد يستخدم جهاز الكمبيوتر إلا ويحتاج إلى شاشة لعرض ما يتم عمله على جهاز الكمبيوتر وأداء الشاشة وقوة جودة الصورة والفيديو التي يتم إظهارها في الشاشة هي تكون بثلاثة درجات عندي درجة منخفضة، درجة متوسطة، درجة عالية عند الاستخدام العادي المتمثل في تصفح الإنترنت والتعامل مع البرامج الخفيفة مثل باقة الأوفيس ممارسة الألعاب الخفيفة عندها أي شاشة سوف تفي بالغرض في حال استخدام الكمبيوتر للتعامل مع التعديل على الصور مثل الفوتوشوب وبرامج التشجيل وغيرها من الاستخدامات المتوسطة للفيديو والصور وألعاب ذات المستوى المتوسط عندها نستخدم شاشة ذات آداء متوسط أما في حال الاستخدام العالي للغرافيك مثل برامج التصاميم مثل المايا والثري دي ماكس والألعاب الثلاثية عندها سوف نحتاج إلى شاشة عالية المستوى ويجب أن نتذكر أن هناك علاقة تربط فيما بين الشاشة وكرت الشاشة فعند تركيب شاشة عالية المستوى وكرت الشاشة كان ضعيف المستوى عندها سوف تعمل الشاشة على مستوى كرت الشاشة وليس بناء على مواصفاتها والعكس إذا كان عندي شاشة منخفضة وكرت الشاشة عالية المستوى عندها سوف يتم العمل على مستوى الشاشة يعني رح يتم العمل على مستوى المواصفات المنخفضة لذلك يجب أن نقوم بتحديد المستوى الذي نريده ونقوم بإحفار كرت الشاشة والشاشة متساويين في المستوى ويجب بناء على نية استخدام PC ومستوى التعامل مع الغرافك لأن كلما زاد المستوى زاد ذلك من السعر المخصص لكرت الشاشة والشاشة كذلك مواصفات الكمبيوتر تتأثر مع مستوى التعامل مع الغرافك فبالتالي عندما يكون التعامل مع الغرافك عالي فنحتاج إلى مواصفات عالية والعكس الأشخاص الذين يتعاملون مع التصاميم بشكل احترافي والمونتاج والألعاب القوية 3D عندها سوف يهتمون بالجودة العالية للغرافيك وذلك من خلال استخدام مواصفات لكرت الشاشة والشاشة ذات مواصفات عالية يوجد لدينا عدد من النقاط التي من خلالها نقوم بعمل مقارنة فيما بين أنواع الشاشات المختلفة لاختيار المناسب لنا وتحديد الشاشات ذات المستوى المنخفض والمستوى المتوسط والمستوى العالي وهذه النقاط هي كالتالي النقطة الأولى هي اختيار نوع الشاشة مثل CRT LCD LED PLASMA OLED وكل ما كان النوع أحدث كل ما كان أفضل وأغلى الأقدم عندي من هذه القائمة هي CRT والأحدث حاليا هو OLED والفروقات تتمثل في إنتاج صور بنسبة تباين أعلى أداء أفضل عمر افتراضي أطول أخفف الوزن نحافة زائدة إنتاج حرارة أقل أثناء العمل دعم تقنيات متقدمة تعطي وضوح أعلى وأفضل للفيديو والصورة التي تم عرضها على الشاشة النقطة الثانية هي الريزيليوشن دقة وضوح الشاشة وهي عدد البيكسل التي تم عرضها في عرض وطول الشاشة وكل ما زادت قيم البيكسل كل ما زادت ذلك من درجة وضوح الشاشة فلدينا مثلا الـ HD يعطيني ريزيليوشن بقيمة 1280 في 720 دائما القيمة الأولى هي للعرض والقيمة الثانية هي للطول نشوف ناتج الضرب فيعطيني كامل عدد البيكسل الموجودة عندي في داخل الشاشة عندي الفول HD بيعطيني قيمة ريزيليوشن اللي هي 1920 في 1080 عندي الكواد HD واللي يعرف بـ 2K بيعطيني قيمة ريزيليوشن 2560 في 1440 عندي الـ Ultra HD اللي هي تعرف بـ 4K وهي تعطيني قيمة ريزيليوشن 3840 في 2160 عندي الثمانية كي وهي حالية تعتبر الأحدث بتعطيني 7680 في 4320 طبعا كل ما زادت قيمة الريزيليوشن كل ما زادت ذلك من دقة ووضوح الشاشة أنا عندي هنا مثال مقارنة ما بين الفول HD وما بين الـ 4K Ultra HD نلاحظ الفرق أنه عندي الفور كي بتعطيني صور أقرب للواقع بخلاف الفول HD فكل ما زادت الـ Resolution كل ما تطني صور أوضح وأجمل وأقرب للواقع الـ Refresh Rate معدل التنشيط وهو معدل الفريمز التي تقوم الشاشة بإظهاره على مستوى الثانية الواحدة وكل ما زاد عدد الفريمز التي تظهر على مستوى الثانية الواحدة كل ما زاد ذلك من جودة العرض وتقاس بالـ Hertz مثلا عندي 60 Hertz عندي 120 Hertz عندي 144 Hertz لاحظوا معي هنا لما يكون 60 Hertz والسيارة مثلا بتمشي طبعا هذه سيارة السباق بتمشي بسرعة عالية لاحظوا معي الوضوح في وضوح باهت تكون الصورة باهتة أما لما تكون مثلا عندي هنا 240 Hertz طبعا أوداع عالية طبعا اللي تم ذكره هنا 60 و120 و144 كأمثلة عندي مثلا هنا 240 Hertz لاحظوا معي الفرق لما تيجي تقارن تشوف أن 60 Hertz الصورة في باهتة غير واضحة لأنه عدد الفريمز لصورة متحركة بسرعة أقل أما 240 Hertz لا عدد الفريمز أكثر فبالتالي الصور المتحركة بشكل عالي بتكون واضحة زي ما احنا شايفين عندي آآ في الصورة النقطة الرابعة اللي هي المونيتور سايز حجم الشاشة ويقاس أو تقاشس الشاشة بالبوصة اللي هي الانش ويتم تحديد حجم الشاشة من خلال قياسها من طرف للطرف الآخر عن طريق قياس القطر الشاشة وذلك بالشكل التالي لاحظوا معي عندي هنا الطرف أو زاوية مع الزاوية المقابل لها بشكل قطري فهنا عندي الناتج كم؟ 24 إنش عندي هنا مع هذه الشاشة هي 19 إنش حجم الشاشة يؤثر في الجودة من ناحية الريزيليوشن وذلك لأن الريزيليوشن يشير إلى عدد البيكسلز اللي موجودة في الشاشة وبالتالي كل ما زاد حجم الشاشة كل ما قل الريزيليوشن كون البيكسلز سوف تتوزع على مساحة أكبر فمثلا لو كان عندي ريزيليوشن بقيمة 1920 في 1080 في الشاشة بتكون بحجم 18 بوصة سوف تكون أوضح من شاشة بحجم 32 بوصة عشان كده لما نيجي نختار شاشات كبيرة الحجم ننتبه إلى موضوع الريزيليوشن إنه يكون بقيمة عالية النقطة الخامسة اللي هي الريسبونس تايم زمن الاستجابة وتقاس بالملي سكند أو بالملي ثانية وهي سرعة تغيير اللون في البيكسل مثل سرعة تغييره من السواد إلى البياض وكما ذكرنا يقاس بالملي سكند أي جزء من الألف من الثانية وكل ما كانت القيمة أقل كل ما كانت أفضل وتكون أسوأ كل ما كانت القيمة أعلى بحيث مع الجزء المتحرك بسرعة في الفيديو عندها سوف يظهر الشكل المتحرك بشكل غير واضح بشكل أقرب للشبح وذلك لأن الجزء المتحرك في الفيديو هو أسرع من مقدرة استجابة البيكسل فيظهر بشكل باهد غير واضح القيم عندي مثل أربعة من ألف أو ثلاثة من ألف اثنين من ألف واحد من ألف هذه القيم الأفضل اللي هي قيم طبعاً لما تكون قيم أعلى من ذلك تسبب لنا عدم وضوح الجزء المتحرك وبالتالي تذكر أن كل من خفضت قيمة زمن الاستجابة في الثانية كل ما كان ذلك أفضل نلاحظ عندي أنا هنا في المثال عندي Higher Response Timer أو زمن الاستجابة عالي بالتالي راح تكون أبطى لحظه عندي هنا عندي الكرة المتحركة بتظهر بشكل غير واضح بينما لما يكون ال Response Time منخفض عندها لاحظوا معي الكرة المتحركة نفسها بتظهر بشكل واضح ال Input Lack وهي تعني الوقت الذي يتم استهلاكه بين الضغط على أزرار لوحة المفاتيح أو تحريك الفارة وظهور ذلك على الشاشة حيث هناك مدة زمنية فاصلة بين تحريك الفارة وظهور ذلك على الشاشة ويقاس بالملي ثانية وكل ما كانت المدة أقل كل ما كان ذلك أفضل ويظهر لنا ذلك بشكل واضح عند ممارسة الألعاب النقطة السابعة اللي هي Contrast Ratio نسبة التباين وهي عملية تحديد نسبة السطوع مقارنة بالظلام أو ما بين الأبيض والأسود وكل ما زادت نسبة التباين كل ما أدى ذلك إلى قوة الأبيض والأسود مما يؤدي إلى وضوح الصورة عندي أنا هنا مثال مثلاً عشرين ألف أو عشرين ألف على واحد الواحد اللي هو يمثل اللون الأسود أو خلينا نقول أغمق منطقة في الصورة تلجة السطوع هي عشرين ألف ضعف هذه المنطقة نلاحظ هنا لما تكون نسبة التباين منخفضة لاحظوا معي كيف تكون الصورة باهتة مقارنة بالشاشة اللي هي صاحبة نسبة التباين العالية لاحظوا معي كيف تكون الصورة واضحة الأسود هنا بيظهر باللون الأسود وهنا الأسود بيظهر لي باللون الرمادي النقطة الثامنة اللي هي البنال تايب نوع لوحة الشاشة ووجد لدينا أربعة أنواع وهي عندي الـ TN وعندي الـ IBS وعندي الـ PLS وعندي الـ VA بالنسبة للـ TN اللي هو النوع الأول اللي هو اختصار لـ Twisted نيمتك ومن مميزاته أنه هو بيعطيني وزن أخف استهلاك للطاقة أقل تكلفة طبعا تكلفة في الإنتاج بتكون أقل وبالتالي تصبح أرخص في السعر زمن استجابة أسرع من عيوبها زوايا مشاهدة ضعيفة يعني لو أنا في الزاوية مش في المنتصف الشاشة سواء في الزاوية اليمين أو في الزاوية اليسار بتعطيني عدم وضوح للشاشة كذلك في حال تعرض الشاشة للشمس طبعا راح تعطيني أيضا عدم وضوح كذلك من عيوبها تأخر في الـ Input لك أو عملية طبعا استجابتها لنقر خاص بذوحة المفاتيح أو الماوس الفارة عندي النوع الثاني اللي هو الـ IBS اختصار لـ End Plan Switching وهي عالجة مشاكل موجودة في الـ TN من ناحية ضعف المشاهدة في زوايا الشاشة انتاج أفضل الألوان من سلبيات لكن من سلبيات الـ IBS هي امتلاك زمن استجابة أبطى تكاليف انتاج أعلى معدلات تحديث أقل استهلاك أعلى للكهرباء عندي النوع الثاني اللي هو الـ PLS اختصار لـ Plane To Line Switching وهي مثل الـ IBS ولكن بمشاهد في زوايا الشاشة بشكل أفضل تقليل من تكاليف الانتاج وبالتالي أرخص في السعر زيادة نسبة السطوع عندي النوع الرابع اللي هو الـ VA Vertical Elginement وهي تجمع بين مزايا الـ IBS والـ TN من ما يوفر السطوع أوضح زوايا مشاهدة أفضل ثقة لونية أفضل وتمتلك نسبة تباين أفضل من الأنواع الثلاثة السابقة ولكنها الأضعف من ناحية زمن الاستجابة النقطة التاسعة وهي الـ Adjustability قابلية تحرك الصورة مع تحرك الشاشة وهي خاصية موجودة في بعض أنواع الشاشات في حال وجودها تصبح أغلى من الشاشات الغير موجودة في هذه الخاصية بعيد لما نحرك الشاشة مثلاً ما إلى نجعلها مثلاً من أسفل إلى أعلى نجعلها يعني من من اليمين إلى اليسار إلى آخره عندها رح تتأثقى الشاشة رح تتحرك معايا طبعاً اللي رح تتحرك رح تتحرك الصورة ما رح تكون ثابتة رح تتحرك الصورة حسب حركة الشاشة Touch Property واللي هي خاصية اللمس وهي شاشة تحتوي على طبقة شفافة تغطي الشاشة مما هذه الطبقة رح تعطينا عملية التحسس لحركة اليد وكذلك قبول الكتابة مع الأقلام الخاصة بهذه الشاشات طبعاً الشاشات التي تملك هذه الخاصية هي أغلى من الشاشة التي لا تملك هذه الشاشة كانت هذه أهم عشرة نقاط للمقارنة فيما بين أنواع الشاشات المختلفة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته